وإحنا بنختم حلقتنا معنا بعض الصور هنعرضها لك دلوقتي وعايزك توجه رسال قصيرة لكل صورة هتظهر لنا دلوقتي وهتشوفها معانا على الهوى في البداية للكابتن محمود الخطيب يعني شكرا على كل المجودات اللي حضرتك عملتها معايا ويعني ماهما شكور حضرتك مش هو في حضرتك حقك وشكرا على حضرتك بتعمله معنا للأهلي ومع الجمهور والتعب اللي بتتعبه والمجود اللي بتبزوله عشان خاطر تفرح الناس وتفرحنا وتوفرنا كل حاجة ويعني ربنا يدي حراج الصحة ودايما في تقلق وفي نجاح ودايما مشرفنا في كل أنحاء العالم الصورة التانية مستر كولر يعني متشكر على ثقة ولية ومتشكر على دعمه لي دايما وإن شاء الله على قد المسئولية وإن هو مديها لي وإن هو رسمها لي وإن شاء الله ما مغزلوش أبدا ودايما في نجاحاته تقلقه هو يستهل كل النجاحات اللي هو فيها دي لأنه هو مدرب على أعلى مستوى وعنده خبرات وفاهم يعني مدرب قاله فترة قلت سايرة في مصر وفاهم الدور المصري عامل إزاي وأفريقيا عامل إزاي فيستهل كل حاجة وإن شاء الله في مزيد من النجاحات الصورة التالتة بركة حياتي طبعا كان معانا الكابتن كمال مداخلة دي بركة حياتي فيش كلمة توصفة غير عنية بركة حياتي يعني دي والدة الكابتن عمر كمال دي عنية وقلبي ونفسي وظهري وسندي وكل حاجة يعني مش هقدر أقولها غير عن ربنا يحفظك لأي وإديك الصحة ودائما كنت أفضلي منورة حياتنا أنا وأختي وبابايا الصورة الأخيرة ده أول واحد مشارك في مدفور قالك مبروك يا أهلاوي ده أخويا من الصحبي ده أخويا ده من أكتر الناس الناس بتوعي تقول بتعلاقتها ومش بتعلاقتها الرجل ده مش كده الرجل ده بيتعامل بقلبه واللي في قلبه وعلى لسانه والرجل ده من أرجل الناس ومن أرجل الشخصيات اللي يتعامل معاه في حياتك ومن أكتر الناس اللي تقف جنبك في محنتك قبل فرحك ولو أنت في فرح ما يجيلكش يجيلك في ديقتك وتبتدى معاك المشوار وانتو صغيرين صغيرين وصاحب صاحبه صاحب 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 صاحبه معنى الكلمة وابنه أصول ومن بيت كل أصول يعني بقوله ربنا يخليك ليا ودائما تفضل جنبي وفي ظهر يا كهربا ويا باختل صاحبه كهربا واخوه كهربا شرفتنا من نورتنا طيب آخر صورة معنا ده حبيب قلبي ده حبيب قلبي ده ده يعني يا كابتن عايز أقولها رأيك حاجة من من أكتر اللعيبة اللي شفتها في حياتي عندها إمكانيات مش طبيعية بس الظروف اللي هي الإصابة تبعده شوية وعدم مشاركاته بس يعني ده قريب من قلبي قوي ده مخفيف جدا جدا المنش في المالح وما فيش حد بيفهمه يعني هو حتى هو بيتكلم هو مثلا مداي وبتعصب بيقعد يضحك يعني حتى اللي كان فيه انترفيو بعد المطش كان على بين سورت وبيتكلم بقول لي الموزيح أنت أنا عرف أنت مش فهمه بس أنا فهمه هو يقول لي أنت مش فهم حاجة أنت كمان مش فهم حاجة فقاله جميل وربنا يكرمه إن شاء الله وحق بطوله وكان حلم أنه حق بطوله معنادي الأهلي ربنا يكرمه وبني أدم جميل وأنا بحبه جدا وإن شاء الله دايما في نجاحات أخيرا الفلسطيني والسبب عالم ده بني أدم بيور كده من اللعيبة البيور اللي هي تحب تتعامل معاها وتحب تتكلم معاها مثقف جدا وجميل جدا ومكتهد جدا ونقدر لما تلاقي لعيب محترف مش من بلدك بيتمنى لك الخير ونادر لما تلاقي لعيب على طول بعد كل جول بعد كل موطش بتعمله بيبعث لك تهنئة حتى لو مش مكالمة بيبعث لك رسالة فأنا بيتمنى له كل خير ومبسوط أنه هو يشرف بلده بلد فلسطين في المنتخب وربنا يا رب يفك أزرهم ويعفو عنهم يا رب ويحفظهم من كل سوق ومن كل شر وأنا بقول له بحبك وربنا يكرمك اللي جاي إن شاء الله وفلسطين ما بتجيبش غير الرجال والأبطال طبعا طبعا ترجمة نانسي قنقر